موضوع رمضان صبحي كان كلام كتير عليه وبعد كده الدنيا هديت خالص الوضع بالنسبة رمضان صبحي وازمة المنشطات رمضان كان عنده جلسة تانية يوم السبت وده يعني اعلنه نادي برمانزو كابتن هاني سعيد بالفعل الجلسة تمت يوم السبت اول امبارح وخلاص كده كل الاجراءات الخاصة بالاستماع وانه هو يطرح الدفوع بتاعته وانه لجمة الاستماع تفهم منه وتسأله والكلام ده كله حصل يوم السبت دي كانت الجلسة التانية بعد الجلسة اللي كانت قبل كده قبل عيد الأضحى واستمرت تقريبا لست ساعات احنا دلوقتي فين من الموضوع احنا دلوقتي في مرحلة انتظار صدور قرار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص رمضان صبحي المتوقع لا وخلاص المتوقع يعني تقال قبل كده كتير بس مش عايزة اقولي انا تحديدا اقولي اللي ممكن يحصل لانه يعني انا مسؤول عن الاعلام في اللجنة في المنظمة المصرية لمكافحة انا اقول ايه اللي ممكن يحصل لكن المفروض انه القرار هيطلع ما بين 3 اسابيع اللي شهر يكون القرار يطلع في الفترة دي اه اتقال انه رمضان ممكن يشارك في الفترة دي لغاية ما يطلع القرار ده غير صحيح تماما مش صحيح رمضان الوقف الاجباري السؤال ده ممكن ما تجاوبوش ما عرفش انت هتجاوبوها لا بس موقفوك جيد ولا لا اه لا ما اقدرش اجاوب على ده بصراحة اه لا يعني احنا خلاص يعني كل الاجراءات خلصت في انتظار صدور القرار القرار هو شايفه انه ده مردي بالنسبة له خلاص شايفه انه غير مردي اه يبدأ بقى ياخد اجراءاته في الاستكمال القضية استقناف او الوصول للمحكمة الرياضية الدولية اعزي مماغت